تنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع أربعة ألاف ومئتي وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة انتهت وزارة الإسكان من توزيع شقق مشروع اللوزي الإسكاني وذلك بعد استقبالها آخر دفعة من مستحقيها ولفت الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان إلى أنه سيعقب توزيع مشروع اللوزي الاستمرار في توزيع المشاريع الأخرى التي يشملها برنامج التوزيع المعلن عنه وأوضح الحيدان أن الموظفين المختصين بإنهاء الإجراءات التعاقدية في إدارة الخدمات الإسكانية قاموا بتقديم عرض مرئي تضمن أبرز الإرشادات القانونية والفندية التي تحدد البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد والتي يجب الالتزام بها بالتفصيل وتابع الوكيل المساعد بأن وزارة الإسكان حريصة على الاستمرار في وضع أنسب الحلول والأليات التي تضمن تقديم خدمات إسكانية تلبي الطلبات المتزايدة على الإسكان في بيئة متكاملة البناء تسهم في الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين اليوم هو اليوم الأخير من توزيع شغل مشروع اللوزي الإسكاني وهو المشروع الثالث من ضمن تسع مشاريع إن شاء الله سيتم توزيعها بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمدال خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية ولله الحمد نحن ماشيين حسب الخطة الموضوعة والجدول الزمني للموضوع لتنفيذ هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر